أوروبا تطالب لبنان بتحقيق حول رياض سليمة مراسلة رسمية في عهدة النية بالعام للتطقيق في مبلغ 400 مليون دولار عنوان قضية اليوم في صحيفة الأخبار في تفاصيل التقرير أن لبنان تبلغ رسميا طلبا من جهات عليا في الاتحاد الأوروبي وسويسرا لتقديم مساعدة قضائية في تحقيق جار في ملف تحويلات مالية تخص حاكم مصر في لبنان رياض سليمة معلومات الجديد كشفت أن السلطات الأوروبية بلغت السلطات اللبنانية ديبلوماسيا عبر وزارة العدل وتحديدا بوسيطة شخص وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم التي أكدت للجديد أنها تسلمت طلب تعاون من السلطات في سويسرا يتعلق بتقديم مساعدة قضائية وقامت تلقائيا بإحالة الطلب إلى النيابة العامة تمييزية لإجراء المقتضى من دون التطرق إلى مضمون المراسلة ومن ثم فأن الطلب الأوروبي بات في عهدة نائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات ولاحقا أكد مكتب المدعي العام السويسري طلبه مساعدة قانونية متبادلة من السلطات اللبنانية تتعلق بتحقيق حول غسل الأموال واحتمال اختلاس مرتبط بمصر في لبنان المركزية صحيفة الأخبار كشفت أن المراسلة طلبت إلى النيابة العامة العمل مع الجهات القضائية المعنية ولسيما النائب العام المالي من أجل الحصول على تفاصيل معلومات حول حوالات مصرفية تخص الحاكم والشقيقه رجى سلامة ومساعدته مريان حويك يصل مجموعها إلى نحو أربعمائة مليون دولار وأن التحقيق الجاري له طابع جنائي ولا يخص سلامة وحده بل سيكون له متعلقة بمصر في لبنان والمؤسسات التابعة له وقالت الصحيفة أن الجهات الرسمية العليا في البلاد والأسيام الرئيسان ميشيل عون وحسن دياب وضعت في أجواء الملف حاكم مصر في لبنان أصدر بيانا نفا فيهما وصفه بالادعاءات عن تحويل مالية مزعومة قام بها إلى الخارج سواء باسمه أو باسم شقيقه أو باسم معاونته وقال إنها مجرد فبراكات وأخبار كاذبة لا أساس لها وستكون موضع ملاحقة قضائية بحق كل من نشرها وينشرها بقصد التماد في الإساءة يشار إلى أنه منذ نحو عشرة أيام نشرت وكالة الشرق بلومبرغ خبرا مفاده أن حاكم مصر في لبنان كان قد غادر لبنان إلى فرنسا على متن طائرة خاصة في زيارة لم تعرف الغاية منها وعشية عودة سلامة نشير المقال إلا أن المراسلة بحسب معلومات الجديد وصلت قبل بضعة أيام هذا وكان قد سرب في نيسان الماضي تقرير عن شركة International Crystal Credit Group الفرنسية يتضمن معلومات عن حركة حسابات كبيرة لمعاونة الحاكم ماريان لحويك كواجهة لحركة حسابات رياض سليمي وشقيقه رجا لعال سعد قناة الجديد